كشف مدير الأمن العمومي والاستعمال بالقيادة العليا للدرك الوطني العقيد لونيس ميلي معينة 3691 قضية في مجال مكافحة التهريب والمضاربة على المستوى الوطني خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية تم على إثرها إداع 1117 شخصاً الحبس المؤقت ووضع 236 أخرين تحت الرقابة القضائية وخلال ندوة صحفية خصصة لعرض حصيلة نشاط وحدات الدرك الوطني في مكافحة التهريب والمضاربة بالمواد واسعة الاستهلاك والمدعمة وتحويلها عن مقصدها الامتيازي والممارسات التجارية التدليسية أكد العقيد ميلي أنه انطلاقاً من الأهمية البالغة التي توليها قيادة الدرك الوطني للأمن الغذائي يتم إعداد مخططات عمل سنوية وظرفية بمناسبة معاينة أي ندرة في تموين السوق ترجمة نانسي قنقر